في الحقيقة على مدار الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه تحركات كتير قوي عملتها الحكومة تحديدا كإجراء استباقي علشان مواجهة الأزمة التضخمية اللي يمكن هي أزمة مش موجودة في مصر بس هي أزمة عالمية يعني بيشوفها وبيشهدها العالم ككل واللي بيتزامن يعني تلك الأزمة بتتزامن مع دخول شهر الرمضان عشان كده كان فيه تحرك وخطوات استباقية من الدولة بشكل عام علشان تقدر اللي هي تحد شوية من التكالب على شراء السلع الاستراتيجية فضلا عن توفير مغزون كافي من هذه السلع وفقا لتوجهات السيدة الرئيسة عبدالفتاح سيسي استمر لي يعني مدة خمس شهور يكون المغزون الكافي طبعا رمضان شهر خير رمضان شهر بركة وإحنا كمصريين عندنا عادات وتقوص لها علاقة بصفرة الفطار والعزيم وخلافه علشان كده كان فيه التحرك السريع ده بنشر كمان مجموعة ضخمة من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض اللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة بتلبي كل متطلبات الأسر المصرية بنتكلم يا هدير على معارض أهلا رمضان بنتكلم على مبادرة حتى كلنا واحد كل دي مبادرات ومعارض كان لها دور في ضبط الأسعار في الأسواب قبل